وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربية جدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العزم الأكيد مع البرلمانات العربية في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع ظلم التاريخي الواقع عليه باستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم ما زالت قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بهذا المنعطف الخطير والذي يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة ممتدة الأثر والتداعيات وما زال شعبنا الفلسطيني العربي ينزف دمًا إثر عدوان إسرائيلي غاشم يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحدي سافر للقيم والأعراف الإنسانية الدولية وغياب فج للضمير الإنساني العالمي ومحاولة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية وفي هذا الإطار نجدد عزمان الأكيد مع الأشقاء في البرلمانات العربية على العمل على رفع هذا الظلم التاريخي الواقع على كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق وأن نكون على قدر المسئولية التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل وصولًا لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر